شركة النفط والطاقة الفرنسية قبل الرابع من نوفمبر وأشارت الشركة إلى أنها لن تقدم أي تعهدات للعمل مع إيران وستعمل مع فرنسا والولايات المتحدة للحصول على أعفاء المشروع وهو أمر يبدو مستبعدة من جانبها قالت أبي مولر ميرسك أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم أنها ستغلق نشاطها في إيران امتثالا للعقوبات التي عادت الولايات المتحدة فرضها على إيران وقال سورينسكو الرئيس التنفيذي للشركة أنه لا يمكن للشركة العمل في إيران لأنه لدينا أعمال في الولايات المتحدة وضاف أنه لا يعلم بالموعد المحدد إلا أنه متأكد بأن الشركة ستغلق في إيران شكرا للمشاهدة